يوماً بعد آخر ترتفع أعداد الكلاب الضالة في شوارع المدين اليمنية وأريافها في المقابل يتقلص حجم تواجد المصر المضاد لداء الكلب من المراكز الصحية حد اقترابه من الإنعدام تماماً وفي ظل الحرب والحصار الذي تشهده اليمن منذ قراب خمس سنوات يتفش هذا الداء بشكل كبير مؤخراً مقارنة بالأعوام السابقة محققاً أرقاماً قياسية لم تشهد البلاد من قبل ليظل المجال مفتوحاً في القائمة للارتفاع خصوصاً مع غياب دور المنظمات العاملة في المجال الصحي للعمل على الحد من انتشار الكلاب الضالة في شوارع المدن النقص الحد في الأدوية الخاصة بمعالجة الداء فاقم من سوء الوضع إذ ساعد الحصار والحرب من صعوبة وصولها إلى المرافق الصحية حيث تكاد تخل المستشفيات من هذا المصل ولا يكاد يوجد إلا نادراً وقد يتجاوز سعر الجرعة الواحدة العشرة آلاف ريال انتشار الكلاب الضالة وشحة الأمصال المضادة للداء دفع الجهات المختصة إلى دق ناقص الخطر معلنة عن تسجيل خمسين حالة وفاة نتيجة الإصابة بهذا الداء فيما تجاوز عدد حالات الإصابة التسعة آلاف إصابة خلال سبعة أشهر من العام الجاري وهي مجمل عدد الحالات التي وصلت إلى المرافق الصحية في حين تقدر هذه الجهات أن العدد الفعلي للضحايا يفوق ذلك بأربعة أضعاف وبحسب مسؤول مركز داء الكلب في المستشفى الجمهوري بصنعاء فإن المركز الذي يعد الأوحد في المدينة ومحوطها يستقبل يومياً ما بين 20 إلى 30 حالة إصابة مرجعاً أسباب ذلك إلى تراجع عمليات مكافحة الكلاب الضر وتركها دون الحد من انتشارها بالإضافة إلى عدم قدرة الجهات الصحية المختصة على توفير الكميات الكافية من اللقاح بفعل الحرب والحصار حرمان اليمن من الأدوية والأمصال ومنعها من الوصول المحتاجين لها يجعل العالم مكشوفاً أمام ضميره تجاه القضايا الإنسانية في البلاد ترجمة نانسي قنقر